السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 23 آذار مارس القمر اليوم موجود في برج العذراء ورحيظاً موجود في برج العذراء لغاية الساعة 8 و 37 دقيقة من مساء يوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها لبرج الميزان القمر الآن موجود في منزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورحيظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر بما أنه موجود في برج العذراء خلال هذا اليوم معناته من عود لطبيعتنا الجادة ومنول المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومن دقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس بهاي الفترة نادرا ما يقدموا الدعم المالي أو العاطفي لأنه بالفترة هاي العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هاي أفضل فترة للتخلص من عدات سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة وسبعت عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينهج من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منها أن نبذل جهد لن يتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ يبيف تقرد بعض الشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة ونكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و53 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينهج أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بالفترة هاي بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبرضو بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون عندنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل أو خيبات عاطفية رغبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تؤذوا فيها الآخرين دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 23 و21 دقيقة عصرا بتوقيت جرينهج بنهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة من حضاب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا ما بنصح بالعمليات الجراحية بهاي الفترة لكافة أعضاء الجسم لأنه مراحل اكتمال القمر وخاصة هاي الأعضاء اللي البنكرياس لما عدد دقيقة لأعوار القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما بالنسبة لباقي الأعضاء اللي برضو ما بنصح أن يكون لها عمليات جراحية هي الأعضاء اللي من المحتمل يكون يعني من مضاعفاتها نزيف فعشان مراحل اكتمال القمر بحفز الدم أكثر فما بنصح بهاي العمليات الجراحية إلا إذا كانت إضطرارية طبعاً هذا اليوم طبعاً مناسب للعمليات التجميل مثل الحقن ولكنه غير مناسب لعمليات التجميل اللي تحتاج إلى جراحة أيضاً لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه أيضاً لا يصلح للقص العلاجي القمر بما إنه موجود بالعذراء خلو المسار يوم الغد الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش بيبدأ وبيستمر لغاية الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها أو يستقر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره ثلاثة عشر يوم في تمام الساعة ثنتين واحد وعشرين دقيقة عصراً بصير أربع عشر يوم نسبة الإضاءة ثمانية وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب واطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعتاش أربعة منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية القمر في العذراء حتى يوم أربع وعشرين ثلاثة منتحس بنسبة أربعين في المية الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% أما ساعة المساء فهو منتحس بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم 1 أربعة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحوت حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 10% الآن ساعات الظهر سعيد بنسبة 5% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 25.5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% وأورا نصف الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم انتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة للتواصل لا اتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعاعم وتجنبوا الإساءة للأصدقاء وشركاكم أو زملائكم وحاذروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن هذا اليوم يكون من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا عاطفيا ماليا نفسيا وبتشعروا بالطمانينة والراحة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن أو التعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن أهم إشي أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك ممكن تلمس بعض التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط أو الأمور الطارية أو المناسبات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي نقاش حاد لا مع أخ ولا مع جار طبعا اليوم بيسجل لك لقاء مهم أو اتصال أنت بتنتظره من فترة طويلة أو شيء مفيد بالنسبة لإلك ممكن تجري أبحاث أو مفاوضات ناجحة لأنه عندك قدرة على الإقناع والحوار أو ممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري وبتنجزه خلال هاي الفترة أو حتى يعني ممكن أنك أنت تستغل يعني في أمور تتعلق بالسيارة أو الإنجاز بعض الاتصالات برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقشوا موضوع مالي أو متطلبات مالية أو إلك أموال على أشخاص بتطالب بحقك أهمش أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك كن عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء بتشعروا بالثقة أو بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكونوا مميزين بأداءكم هاي الفترة واعدة بخبر أو تسوي أو انطلاق أو مرحلة جديدة برضو ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد أو حماسة ووضوح في الأفكار ولكن ما تتعصب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم رولان القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبسيطر التعب الشديد عليكم خلال هذا اليوم ممكن تفكر في إلغاء بعض الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين وما تتخذ قرارات حاسمة ابتهداء الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جداً ومخيبة للأمل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة والعب دور بناء في محيطك ومجتمعك ابتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب أخذ القرارات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إش إنه ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم اتجنبوا التصرف الارتجالي ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بتنشطوه في السفر والاتصالات اليوم أهم شيء تكون أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفيها واجسك فترى إيجابية جداً فما ضيع عليك الفرص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو تفحصوا اليوم حساباتكم المالية المشتركة وخففوا من النفقات طبعاً الأموال المشتركة هي اللي معك شريك فيها بنك ضريبة تعمين أموال الزوج الزوجي وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي والتسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن بدك تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هذه الفترة لأنه في نوع من أنواع الضغوط الكبيرة والأوضاع ممكن تصير صعبة إذا فقدت السيطرة على أعصابك هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء